عين الفريق المختص من حلف قبائل حضراموت لمعاينة ومراقبة الثروات المعدنية بعض الشاحنات الموقفة في نقطة غرب المكلة المحملة بكميات من الأحجار وبعد أن تم فحصها من قبل الجيولوجي المختص في الفريق التضح أن الحمول عبارة عن خام الجبس وجرى مطابقة تصاريح العمل في محجر الغبر بغيظة البيهش والأوراق التي بحوزة المستثمر والمتطابقة مع قانون المناجم والمحاجر وبحسب إفادة القانوني المختص عليه فقد أعطى الإذن بالمرور المؤقت حتى يستوفي المستثمر ما عليه لمنطقة الامتيازة من تنمية محلية تخص المنطقة وجدد حلف قبائل حضر موت حصه الشديد على عدم السماح بنهب ثروات حضر موت وإن هذه الإجراءات المتخدة هي إجراءات تصب في مصلحة المحافظة ومواطنيها